ما أهداف تدريس البلاغة في المرحلة الثانوية؟ وما النتائج المرجوة من وراء هذا الدرس؟ تشمل أهداف تدريس البلاغة ما يليه؟ أولاً تذوق الأدب وفهمه فهماً دقيقاً لا يقف عند تصور المعنى العام للنص الأدبي بل يتجاوزه إلى معرفة الخصائص والمزايا الفنية للنص الأدبي أيضاً إظهار نواحي الجمال الفني في الأدب وكشف أسرار هذا الجمال ومصدر تأثيره في النفس الإنسانية ثالثاً مساعدة الطلاب في محاكاة الأنماط البلاغية التي تنال إعجابهم وتربي في نفوسهم ذوقاً أدبياً ناضجاً يهتدون به إلى تخير جيد الكلام ويكسبون به القدرة على المفاضلة بين الأدباء رابعاً مساعدة الطلاب على إدراك أغراض تعليم الأدب لماذا يتعلمون الأدب؟ تتعدد أغراض تعليم الأدب لتشمل تنمية ميل الطلاب إلى القراءة الحرة الواسعة تهيئة الطلاب وإعدادهم للتعرف إلى أسرار الإعجاز في القرآن الكريم تنمية الذوق الفني لدى الطلاب وإقدارهم على الاستمتاع بما يقرؤون أو يسمعون من الآثار الأدبية الجميلة خامساً إقدار الطلاب على استلهام اللغة العربية واستخدامها استخداماً سليماً حتى يتمكنون من توجيه أفكارهم ومن نقلها إلى الآخرين بسهولة ويسر يستطيع معها السامع أو القارئ لهم إدراك ما يقصدون سادساً معرفة أسرار القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والاستمتاع بما يقرؤون هذه كلها تمثل مجموع الأهداف التي يجب أن تسعى البلاغة العربية إلى تحقيقها مع الطلاب في المرحلة الثانوية ترجمة نانسي قنقر